قبل البدء بجدول الأعمال أود أن أبين قضية مهمة بالتأكيد الحكومة تتابع أول بأول أي أزمة معاشية أو خدمية مثل ما نعمل على إيجاد الحلول والمعالجات وتوفير الطلبات الضرورية للوزارات ومؤسسات الدولة من أجل تقديم الخدمة للمواطنين وضمان استمرارها ونحن نعيش في واقع مناخي حات جدا نعكس على ارتفاع معدلات درجات الحرارة ومعادلات غير مسبوقة في العراق والمنطقة مع ظروف شحة المياه وعلى هذه المتغيرات بالتأكيد تنعكس سلبا على واقع المنظومة الكهربائية وتوفر هذه الخدمة للمواطنين الذين عانوا طيلة سنوات الماضية من هذه الأزمة التي أصبحت أزمة نفسية لذلك البرنامج الحكومي وضحها من ضمن المستهدفات الأساسية وبدأنا بوضع الحلول والمعالجات لهذا الواقع المتردي طيلة هذه السنين في ظل هذه الظروف، ظروف زيادة الأحمال، ظروف المناخية وأيضا المعالجات المطلوبة لتحسين واقع المنظومة الكهربائية ولازلنا نؤكد أن هذا التزامنا بالبرنامج الحكومي ولا يمكن التنصل عن ونعرف كل الزياد أن المواطن أن مصل إلى حالة من عدم القبول بأي تبريرات يكفي ما سماع طيلة السنوات الماضية، ينتظر من عندنا الحلول بالتأكيد الحلول لن تأتي في ليلة وضحها يراد عمل مستمر، يراد رؤية، يراد خطة ويراد دعم كل مؤسسات الدولة وتحمل المسؤولية نسؤولي لن تقع فقط على عاتق الجهة القطاعية كوزارة الكهرباء وإنما تحتاج تضافر جهود الوزارات المعنية الأخرى مالية، النفط، ووزارة البوارد المائية وكذلك دعم كل مؤسسات الدولة وبتأكيد الحكومات المحلية والمواطن لذلك ارتعنا أنه في بداية هذه الجلسة أن يكون حديث من السيد وزير الكهرباء يشرحنا الوضع لآخر الإجراءات المتخذة لمواجهة هذه الأزمة والمشاريع التي نفذت على مستوى التوليد والنقل والتوزيع ومن ثم السيد وزير النفط أيضا يضعنا في مسألة مشاريع لتأمين الوقود السيد وزير الكهرباء، تفضل بسم الله الرحمن الرحيم شكرا دولة الرئيس في البدء أشكر دولتك وأستاذ الوزراء على دعمهم المتواصل متابعة دولتك الميتانية على مستوى الأربع وعشرين ساعة لساعات متأخرة من الليل جاي التابع حضرتك والإخوان المناطق منطقة منطقة دولة الرئيس داتي اسمح لي احنا في بداية استلامنا للحكومة احنا استلمنا موروث مثل ما تفضلت معدلات الإنتاج كانت ومثبتة بالأرقام كانت 19 ألف ميجاواط خلال هاي السنة وثمانة شهر وقدرنا نحافظ على اليوم كل وحداتنا الإنتاجية بالصيانة اللي سوينها كلها تعمل بطاقتها القصوى والحمد لله ما عندنا أي وحدة خارج العمل لكنه هذا معدل إنتاجنا اللي قدرنا نوصل لخلال هاي السنة وثمانة شهر بالألفين وثلاثة كان معدل إنتاج العراق 3 ألف ميجاواط الآن معدل إنتاج العراق 25 ألف وسبعمية كرقم واليوم بدخول صلاح الدين رح نتجاوز نوصل لـ 26 وخمسمية معدل نوصل لـ 27 ألف شبكاتنا دولة الرئيس اليوم خطتنا كل النقل مرتبط العراق بدل ما كان خط واحد اليوم أصبحت نث خطوط مع هذه الإجراءات أريد أن تكلم أنا دولة الرئيس إذا تسمح لي على واقع الحمل الحالي وأنه أعرج على الإجراءات اللي إحنا متخذيها أنا عندي دراسة دقيقة من مركز السيطرة الوطني اللي تتكلم عن أحمال 21 ستة الفين وثلاثة وعشرين واحد وعشرين ستة الفين واربعة وعشرين واحد وعشرين ستة على ضغط هذه الدراسة رح نبين إحنا وين المشكلة اللي صارت عندنا بالواحد وعشرين ستة ثلاثة وعشرين كان معدل الحمل المطلوب لعموم العراق هو تسعة وعشرين ألف ميجاوات الحمل المطلوب حمل الذروة اللي خلينا المحافظات تمشي باستقرار كامل دولة الرئيس نفس اليوم بالسنة الحالية حمل الذروة اللي ثبتناه بالأحمال ثمانية وأربعين ألف ميجاوات بما معنى إحنا شهدنا بهذا تغير درجات الحرارة أكثر من ثمنطعش ألف ميجاوات حمل مطلوب العام تسعة وعشرين السنة الأرقام اللي ثبتتها ثمانية وأربعين ألف ميجاوات مع وجود زيادة بالإنتاج من العام للسنة وصلت لأربعة آلاف ميجاوات لكن أكون طفرة كبيرة بالأحمال اللي ناتجة من هذا الارتفاع الكبير في درجات الحرارة إذا أنطي مثاليا فقط في بغداد العام كنا نحتاج حتى نمشي أربعة وعشرين ساعة سبع تالاف بنفس اليوم أنا اليوم أحتاج عشر تالاف هذا النمو الكبير بالأحمال أكيد نعكس عليه ساعات التجهيز وبين أكو فارق بين معدلات التجهيز العام الماضي اللي كانت معدلاتها عالية ستعاش سبع تعاش بين معدلات التجهيز هذا الصيف هاي نقطة رقم واحد شخصناها كل الأرقام كل الدراسات اللي جاي ندرسها تحكي على معدل نمو ما يجاوز خمسة بالمية بالعالم احنا للسنوات اللي مضت معدل النمو موالتنا سبعة بالمية إلى تسعة بالمية هاي السنة سجلنا نمو معدل نمو بالأحمال وصل عشرين بالمية من تسعة وعشرين العام إلى ثمانية واربعين ألف هاي السنة هذا إلى أسبابه جزء من أسبابه هذا النمو الكبير أيضا إن شاء الله على مستوى الصناعي ولكن تفتيت الأراضي المدن هاي اللي جاي تنفتح بشكل كبير فهذا الارتفاع الكبير سبب لنا مشكلة يعني أولية معالجتنا للأزمة دولة الرئيس تجهت بثلاثة اتجاهات تجاه الأول جاي نعمل على رفع مستوى الانتاج وإن شاء الله اليوم عندنا آخر وحداتنا الانتاجية صلاح الدين 600 ميجاواط راح تنضاف وعدنا 250 إن شاء الله راح تنضاف راح نقدر نوصل للرقم اللي احنا يعني قدمنا بالمرحلة الأولى حتى نكون دقيقين ظهرت عندنا مشاكل كبيرة بالتوزيع على مستوى الانتاج دولة الرئيس هذا الرقم بوجود كل وحداتنا بالعمل اتواكب معا أكو قدرة نقل جيدة جاوزنا مشاكل العام الماضي والقبلة والقبلة هنا المشكلة دولة الرئيس بكل صراحة ظهرت لنا في قطاع التوزيع قطاع التوزيع بمجموعة مشاكل مشكلة الأولى هذا التوسع الهائل الاستخدام المفرط للطاقة والعشوائية بالمدن مع ذلك اطلق لحسب توجيه دولتك حملة سريعة مكثفة رح نستهدف بها ننصب يعني كم هائل من شبكات النقل يعني شبكات التوزيع اللي تضمن نصب محولات سريعة نخفف الاختناقات على الناس انخفض عندنا بشكل واضح من مستوى تقديم الخدمة يوم عندنا كل كوادرنا مستنفرة دخلنا شركات دعم وفتحنا المخازن لقينا واحدة من المشاكل اكسوه بتوزيع المحطات محطات تتوزع مو بمراكز الحمل عفينا عدد كبير من المسؤولين وعدنا النظر بتوزيع عادل وفق احتياجات الناس واليوم معدلات الشكاوى استجاباتنا نزلت بشكل اقل من 30% دولة الرئيس احنا حتى نحقق الحمل المطلوب كوزارة وكحكومة احنا مضينا بحلول استراتيجية صحيحة سابقا وانا بيانت لدولتك احنا بال23 شهر الهدعش اه 22 شهر الهدعش انا جيت لقيت اكتر من 4000 ميجاواط دورات مركبة كان من المفروض تنفذ 2014 في عام 23 الحكومة ومجلس الوزراء حسم كل مشاريع الدورات المركبة في 23 دولة الرئيس محطات الانتاج ما يخفى على الجميع عمرها التشغي عمرها التصنيعي والتنفيذي هي سنتين ونص انا ما قدر اننفذ محطات انتاج اه يعني اذا مو عمرها الصحيح دورات مركبة نعم في حكومتنا مضت بالطريق الصحيح وان شاء الله فتحت الاعتمادات واليوم جاي نحسب وقت نعم لو هاي الدورات بالالفين واربعطعش خمسطعش ستطعش سبعطعش ثلاثين وعشرين واحد وعشرين انا اليوم كان شغالتهم اليوم اربعة الاف ميجا كلها قيد التنفيذ احنا الان عدنا توجهين مهمات بس استعرضا امام مجلسكم الموقر احنا حاليا يعني المشاريع الجديدة اللي بلشت قيد التنفيذ اللي عدنا الشنافية سبعمائة وخمسين وعدنا الخيرات الفين واربعمية وعدنا اليوسفية الف وثمانمائة ميجا ناصرية عدنا مشروعين ميتين وخمسين وتسعمائة ميجا مع سيمينز وبيجي الفين ومية والشمال سبعمائة وخمسين لن دولة الرئيس اذا شوف حضرتك وسادة الوزراء لان ذنك لهم قيد التعاقد من عمر هاي الحكومة ونحتاج ان شاء الله دعم دولتك والسادة الوزراء اللي المضي باكمال الاجراءات ان شاء الله خلال قادم الايام والان مع هذه المشاريع لدينا الانبار المركبة الف وسبعمائة ميجا واط دولة تقزرتها ومعدلات انجازها عالية جدا مركبات بيانتها يا قيد التنفيذ حجود الاربع تالاف ميجا واط طاقة شمسية تالاف ميجا واط احنا دولة الرئيس جاي نتكلم عن مشاريع تستهدف اكثر من خمسطعش الف ميجا واط ابتداء من الجنوب للوسط اذا مثل ما جايشوفون يعني بالشنافية بالديوانية بالخيرات يوسفية ناصرية بيجي بالشمال بالانبار مركبات في كل مكان فهذه الخطة دولة الرئيس بدعم مجلس الوزراء بدعم دولتكم قادرين على انه اضيف اضافة كبيرة وراح نضيف طاقات شمسية جديدة ايضا تسهم بحل المشكلة نتحول على مشاريع الطاقة الشمسية دولة الرئيس احنا استلمنا الوزارة مشروع واحد نص ميجا قراج وزارة الكهربا اليوم احنا عدنا اربع عقود قيد التنفيذ تحجي عليه تختالاف ميجاوات وعدنا موافقات الان جاي نمضي بيها لطاقة ريح وطاقة شمسية نعم هي هاي المشاريع الاستثمارية مشاريع القروض تحتاج وقت للغلق المالي تحتاج وقت للبنوك لكن هي الان كلها قيد التنفيذ ان شاء الله راح يبين ثمرته بنهاية يعني خلال سنتين الى سنتين ونص من تاريخ المباشرة مالته وفق الرؤية دولتكم اللي احنا قاريها وجاي نشتغل عليها مع مجلس الوزراء مع اللجنة العليا للاستثمار احنا مستهدفين اثنين وثلاثين الف ميجاوات وهذه جزء من عده عانى وفق القرارات مجلس الوزراء درجنا ضمن الاتفاقية الاطارية الصينية ومجلس الوزراء دولتك اتخذ قرار شجاع وحول على التمويل وسيدة وزيرة المالية سيد وزير التغذية المشكورين اطلقوا التمويل لمشاريع اربعة الاف ميجا بدون غاز والان مضت في حكومتنا نعم تحتاج سنتين ونص ان شاء الله الاسبوع القادم كل المواقع نزلت بها الشركات وحضرتك اوجهت فريق المتابعة الحكومي بنقل كاميرات مباشرة لمواقع العمل والان بدينها بالصح كل العالم ينصب بسيطة ومركبة في آن واحد اللي احنا جينا لقينا البسيطة منصوبة والمركبة ما موجودة اذا ان شاء الله وفق الرؤية وهذه الخطط اللي جاي نمشي بها احنا مستهدفين الحمل المطلوب انا ما يعني ما اتنصل عن المسؤولية دولة الرئيس لازلت اعاني من مشكلة حقيقية اللي هي مشكلة التوزيع جزء من عدها ما اخفي عن دولتك جزء من عدها سوء ادارات سوء تخطيط سوء توزيع لموارد الدولة لحد الان انا وصلت اكثر من 12 ما بين مدير وما بين مسؤول قطاع باللحظة عفيتهم من مسؤولياتهم ووجهت انه الاولوية للناس للمشتركين الحقيقين ان شاء الله بوفق الحملة الان اللي احنا طلقناها في بغداد وكل المحافظات العراقية اصبح عندنا جهد كبير في كل المناطق جاء يعمل فيه آن واحد رح يعالج كثير من المشاكل والعطوبات ورح يساعد بتقديم الخدمة بشكل صحيح انا دولة الرئيس آسف على الاطالة يعني اخوان بالوزارة مستنفرين الجهود العمل على مدى 24 ساعة السيد الناب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وشكرا دولة الرئيس فيما يخص موضوع يعني الموضوع اللي يتعلق بموضوع الكهرباء هو موضوع الوقود باعتبار انه ادامة الكهرباء تعتمد اعتماد كله على توفير مصادر الطاقة اللي هو الوقود والوقود ينقسم الى جزئين الوقود الغازي والوقود السائل الوقود الغازي كما يعني تعلم سيادتكم والاخوة الوزراء بانه هناك كمية من الغاز المستورد من ايران باعتبار احنا لحد الان موصلنا الى مرحلة الاكتفاء الذاتي فيما يخص الغاز فلذلك هناك كميات من الغاز تستورد من الجارة ايران من خلال انبوب يصل الى يمتد الى يعني في المناطق الشرقية وينتقل كذلك من خلال انبوب الغاز القطري الذي يوجه الغاز غربا وشمالا هذه الكمية من الغاز لحد الان الحمد لله من خلال التفاهمات مع الاخوة في الجمهورية الاسلامية الغاز مستمر بالتجهيز الى محطات الكهرباء بطاقة تصل من 800 الى الف مليون قدم مكعب يوميا والحمد لله لحد الان مستمر هذا الغاز بالتدفق الى محطات الكهرباء ولكن كميات الغاز هذه لا تكفي لتشغيل جميع محطات الكهرباء هناك كميات من الغاز الذي ينتج من خلال معامل الانتاج ومحطات الانتاج في جنوب ووسط وشمال العراق هذه الكميات من الغاز تصل الى اكثر من الغاز المنتج يصل الى اكثر من 3000 مليون قدم مكعب من الغاز ولكن نستثمر منه ما يزيد ما نسبته 65% يعني بحدود اكثر من 2000 مليون قدم مكعب من الغاز يسم انتاجه في هذه المعامل المعامل الغاز المختلفة في غاز البصرة وكذلك في حقول شرق بغداد وكذلك في غاز الشمال المعلومات التي حتى ممكن انه نذكرها بالارقام كمية الغاز المنتج عدنا حاليا اليوم هو بحدود 3150 مليون قدم مكعب هذا كغاز خام احنا من الغاز الخام كما تعلمون يعني فصل السوائل من هذا الغاز وانتاج الغاز الجاف الغاز الجاف الذي ينتج بحدود اكتر من الفين مليون قدم مكعب والغاز المحروق هو بحدود الالف ومية مليون قدم مكعب بما نسبة الغاز يعني هناك بس حتى للاستعراض الكميات الغاز التي كانت أو نسبة الغاز الذي كان يستثمر خلال عام الفين واثنين وعشرين يعني مع بداية تشكيل الحكومة الحالية هو ثلاثة وخمسين بالمية من خلال تنفيذ عدد من المشاريع المختلفة من خلال غاز البصرة وغيرها من المشاريع الأخرى تم زيادة النسبة إلى سبعة وخمسين بالمية في عام ثلاثة وعشرين وازدادت هذه النسبة إلى أكثر من في مع نهاية هذه السنة كما تعلم سيادتكم يعني كنت سيادتك على رأس الوفد اللي راح لابتتاح مشروع الحلفاية هذا المشروع الاستراتيجي بالنسبة لأنه يعامل ثلاثمية مليون قدم مكعب من الغاز كانت أكثر من خمسين بالمية منها يحرق ولكن سيادتك افتتحت هذا المشروع وازدادت كمية الغاز المستثمر من هذا المشروع إلى أكثر بحدود الميتين مليون قدم مكعب أما البقية من الثلاثمية فهو تتحول إلى سوائل وهذه السوائل أيضا هناك يعني منهاج لاستفادة من عده مشاريع الغاز التي تنفذ يعني هناك حقيقة مع بداية تشكيل الحكومة وفي هذا المجلس تم اتخاذ كثير من القرارات المهمة لاستثمار الغاز المصاحب هذا الاستثمار يعني هناك عدد من المشاريع قد تصل إلى ثمانة مشاريع رئيسية تم إقرارها والمضي بيها وعلى رأسها مشروع جنوب العراق المتكامل العقد الموقع مع شركة توتال الفرنسية هذا المشروع يتضمن استثمار ستمية مليون قدم مكعب من الغاز من خمسة حقول نفطية الآن يحرق فيها الغاز هي حق المجنون وحق الغرب القرنثنيا وحق للحيس وارطاوي وحق للطوبة هذا المشروع يعني بدأ في من تاريخ فعلة العقد من تاريخ ستة وعشرين ثمانية الفين وثلاثة وعشرين ويمضي الآن بخطة واضحة ويعني وملموسة من خلال الاجتماعات والتعاقدات التي قامت بها شركة توتال إضافة لاستثمار الغاز كذلك يتضمن هذا المشروع مثل ما اضطر معالي وزير الكهرباء أيضا على محطة لتوليد الطاقة الشمسية بطاقة ألف ميجا واط وهذا الحقيقة هذه المحطة تعتبر من أكبر المحطات في المنطقة وخلال اللقاء الأخير مع شركة توتال تم الاتفاق على تنفيذ هذا المشروع على مراحل باعتبار أنه ما ننتظر أنه ينفذ ينفذ المشروع بطاقة الكلية مرة واحدة لذلك تم الاتفاق على تجزئة المشروع إلى أربعة مشاريع كل مشروع 250 ميجا واط إن شاء الله المشروع الأول 250 الأولى إن شاء الله مع منتصف العام القادم سوف يتم تدشين هذه المحطة ورح تكون أكبر محطة للطاقة الشمسية في العراق تنفذ بهذا المشروع كذلك لدينا مشروع آخر اللي هو مشروع استثمار الغاز في حقل الناصرية والغراف هذا العقد موقع مع شركة بيكر هيوز الأمريكية لاستثمار 200 مليون قدم مكعب من الغاز إضافة لذلك يعني لدينا مشروع الذي تم توقيعه مع شركة الحلفاية لاستثمار الغاز في حقل نهر بن عمر حقل نهر بن عمر واحدة من الحقول الواعدة بإنتاج الغاز كمية الإنتاج النفطي مالتا قليلا ولكن كمية الغاز بكبيرة يختلف عن الحقول الأخرى لذلك رحنا باتجاه التعاقد مع هذه الشركة لاستثمار 150 مليون قدم مكعب من الغاز كمرحلة أولى والمرحلة الثانية يعني نذهب إلى 300 مليون قدم مكعب إن شاء الله كذلك لدينا مشاريع لاستثمار الغاز في حقول شرق بغداد هذه ولو كميات قليلة من الغاز ولكن لا بد من استثمارها أيضا هذه سوف تضيب بحدود 12 إلى 20 مليون قدم مكعب من الغاز إضافة إلى المشاريع التي تنفذ من قبل شركة غاز البصرة التي هي شركة مشتركة بين شركة غاز الجنوب وشركة شيرل ومسيو بيشي هذه قبل سنة تقريبا تم افتتاح المرحلة الأولى من هذا المشروع بطاقة 200 مليون قدم مكعب اللي هو بصرة انجيال رقم واحد وإن شاء الله مع نهاية هذه السنة سيتم افتتاح المشروع الثاني جزء ثاني من المشروع اللي هو أيضا بصرة انجيال رقم اثنيا بطاقة أيضا 200 مليون قدم مكعب من الغاز اضافة لذلك يعني الوزارة عقدت بعض الاتفاقيات مع الشركات العالمية كشركة جيئي وغيرها من الشركات لاستثمار الغاز غاز الضغط الواطئ لأن هناك مشكلة في عملية استثمار هذا الغاز ولكن نحن حرصنا على استثمار كل الغاز الذي يحرق حاليا وإيقاف هذا يعني موضوع حرق الغاز وتوجيه باتجاه الصحيح وتسليط هذا الغاز إلى الشبكة الوطنية لتجهيز محطات الكهرباء فوقعنا مذكرة التفاهم مع شركة جيئي والآن بصدد إعداد برنامج العمل مع هذه الشركة لاستثمار هذا الغاز أيضا كذلك يعني الوزارة وشركة من خلال شركة نفط الوسط استطاعت من يعني تنفيذ المرحلة المعجلة من استثمار غاز عكاز هذا المشروع هناك بعض الآبار التي كانت محفورة بعد انسحاب شركة كوغاز الكورية من العمل استطاعت هذه الشركة من لملمة بعض المعدات والمنشآت وربط الآبار المحفورة بهذه المنشآت واستطاعت من استثمار 40 مليون قدم مكعب من الغاز هذا هذا يعتبر مرحلة معجلة لهذا المشروع الحيوي اللي احيل الان الى احدى الشركات الاوكرانية لاستثمار 400 مليون قدم مكعب من الغاز اضافة لذلك يعني تم توقيع العقد الخاص باستثمار غاز المنصورية هذا الحقل اللي ممكن انه ننتج من عنده 300 مليون قدم مكعب من الغاز وهذا العقد ان شاء الله وقع بالاحرف الاولى بين وزارة النفط وبين الشركة المرشحة وان شاء الله سوف يعني ينفذ هذا المشروع اضافة لذلك هناك لدينا مشاريع اخرى التي وقعت مع بداية الحكومة الحالية التي كانت محالة ضمن جولة التراخيص الخامسة وكانت معطلة بسبب بعض الاختلافات ولكن الحمد لله استطعنا من المضي بتوقيع هذه العقود مع الشركة المرشحة لاستثمار 800 مليون قدم مكعب من الغاز من خلال هذه المشاريع ان شاء الله سوف يتم ايقاف جميع الغاز الذي يحرق حاليا وزيادة كميات الغاز التي ممكن ان تستثمر تصل الى اكثر من 5000 مليون قدم مكعب من الغاز بانجاز هذه المشاريع ان شاء الله سوف يتم ايقاف استيراد الغاز من الجارة ايران او من اي مصدر اخر اضافة لذلك نحن في هذا المجلس تم اتخاذ قرار بانشاء منصة لاستيراد الغاز المسال في الفاو وتم الاتفاق مع شركة تكنب الفرنسية كشركة استشارية ولها باع طويل في هذه المشاريع والان نحن في تقدم مع هذه الشركة ووضع برنامج سريع لانشاء هذه المنصة لاستيراد الغاز المسال وتوجيه الكميات لطاقة هذه المنصة ممكن ان تصل الى 800 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا نستطيع ان نستورد هذه الكمية من الغاز والمشروع ايضا هذا سائر بالطريق الصحيح هذا فيما يخص الغاز اضافة لذلك طبيعي جولة التراخيص الاخيرة اللي هي الخامسة التكميلية والسادسة بالامكان من خلال تنفيذها بالامكان ان تنتج اكثر من 700 مليون قدم مكعب من الغاز ايضا لذلك ان شاء الله نحن ماضين بالاتجاه الصحية ولكن كما تعلمون مشاريع الغاز تحتاج الى وقت لتنفيذها لا يمكن تنفيذها بهذه العجالة لذلك احنا مثلا في مشروع جنوب العراق المتكامل مع شركة توتال تم الاتفاق مع الشركة تنفيذ المشروع على مرحلتين بهدف الاستفادة من الغاز بشكل عاجل فكانت المرحلة الاولى خلال ثلاث سنوات والمرحلة الثانية في السنة الخامسة يتم انتاج او اكمال المشروع المتكامل بستمية فلذلك سوف نستفاد خلال ثلاث سنوات مضمن عدها تقريبا الان بحجود السنة مقسنتيا نحن نحسب مع هذه الشركة لاستثمار ثلاثمائة مليون قدم وكعب من الغاز خلال هذه الفترة خلاصة هذا العرض نستطيع ان نخرج بمجموعة قرارات او توجيهات من المهم لوزارة الكهرباء بكافة ملاكات الفنية اكمال الصيانات الاضطرارية اللي هي بحدود الف واربعمائة واربعين ميجاوات هذا ممكن تدخل للشبكة ايضا الغاء كل الاستثناءات الممنوحة سابقا لمراكز صناعية تجارية رسمية تلغى هذه الاستثناءات والكل يشمل بساعات التجهيز يعني في هذه الاشهر ثلاثة الاشهر عندنا موضوع معروض امام المجلس اللي هو يتعلق بالتخصيص مبالغ للوقود للمولدات الاهلية مضمن الملحق ايضا ايضا قليل يعرف بتفاصيل لاتخاذ القرار واللي ساهم في زيادة الساعات العمل للمولدات الاهلية وتجهيز المواطنين بالكهرباء المشاريع الطاقة الشمسية اللي هي الفين ومائتين وخمسين تم المباشرة بها وكان يفترض احد المشاريع ينطينه بحدود الميت ميجا خلال هالشهر فصار تأخير بعض الاجراءات يحتاج متابعة مستمرة لهذه المشاريع خطوط القهرباء مع تركيا مع الاقليم وكذلك شراء محطات التحويلية والطلب الثالث يتعلق بالموضوع المولدات الاهلية المحطات الجديدة المشاريع اللي احنا بدأنا بدراستها فنيا هذه افترض تحسم محطات الناصرية والشنافية والخيرات والمسية الصدر الجديدة بارحة كان عندنا اجتماع على هذا الموضوع وريد رأي فني نهائي وايضا محطة الفاو في ميناء الفاو الجديد اطلاق الاموال على وزارة المالية اطلاق الاموال الى شركات وزارة الصناعة اللي تمثل ديون سابقة على وزارة الكهرباء لا موجودة هذه اللي ذكرها السيد وزير الصناعة هذا الرقم موجود ايضا سيادة الوزير الجانب المهم هو اجراء تقييم للملاكات القيادية بالوزارة اكو خلل في مسألة التوزيع ذكرته الحكومة بتخصيصاتها بالموازنة الاستثمارية بالبرنامج الحكومي ما قصرت مع الوزارة وخصصنا الاموال واشتريته المحولات واشتريته الكابلات وكل المستلزمات قبل العيد جنابك اضطرية تنزل بنفسك للمخازن لمحطات واغسام الصيانة وتباشر بعملية فك الاختناقات وين كانت هذه الشركات المدراء العامين الوكلاء المشرفين على هذه العملية بديهيات عمل وزارة الكهرباء هذا خلل تتحمله الملاكات القيادية اللي موجودة فانتظر من عندك تقييم اضافة الى الملاحظات التي لدينا لن يكون هناك اي تساهل مع اي مسؤول يقصر في واجبات هذه خدمة يفترض تقدم للمواطن ونكون مستعدين على طول الوقت ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر